ممكن حضرية كلمتي عن البرامج اللي بتقدمها وزارة الانتصالات وتكنولوجيا المعلومات وفي بعض المبادرات وبعض البرامج لو هنتكلم عن الخرجين تحديداً كمان بعضها بيتطلب تفرغ لفترة زمنية لكن نحن نتكلم على أشبال مصر الرقمية تحديداً طلاب في مرحلة الأعدادية حتى الثانوية ومع كمان بداية دخول المدارس المفروض للأسر تتقدم زي ما حضرية قلتي آخر يوم للتقديم يوم عشرين تسعة بيتم التعامل معهم إزاي يا دكتور؟ وفكرة أن هم يبتدوا يتلقوا كمان مواد جديدة أو برامج جديدة بجانب المواد الدراسية بتاعتهم إزاي بيتم التعامل معهم؟ لأنه ممكن بعض الأسر تخاف أنه الطالب مش هيستحمل أو مش هيستوعب ده سؤال طبعاً إحنا دايماً أولياء الأمور بيسألهن على صفحتنا مبادرة أشبال مصر الرقمية على الفيسبوك هل الطالب هيبقى متعطل عن دراسته؟ طبعاً لا، إحنا الطريقة اللي بنفس في بداية الدراسة من إمتى لإمتى يا فامي؟ إحنا هتكلم على منهجية التدريب كلها المنهجية بالنسبة لأشبال مصر الرقمية هي خمس شهور الخمس شهور دول بيتموا على التوازي مع السنة الدراسية وعشان كده أولياء الأمور بيقلقوا تمام؟ إنما لما أعرف أن حتى الطالب اللي كان في تانية سنة وفي سنة اللي فاتت طالب رسمي من الوزير لدى أنا عايز وأنا في سنوية عامة إن أنا أكمل فده معناه إنه إحنا ما بنحطش حملة على الطالب طب إزاي ما بنحطش الحملة ده المبادرة بتتم تنفيذها 75% أونلاين والـ 75% دي عبارة عن مرة في الأسبوع يوم الجمعة أو يوم السبت في المعادة اللي الطالب أولياء الأمر بيحدده عايز الصبح بعد الصلاة عايز بالليل عايز بعد الظهر زي ما هو عايز لمدة قد إيه؟ لمدة 3 ساعات في الترم الأول ولمدة ساعتين في الترم التاني طيب الترم التاني بناخد قد إيه؟ بناخد شهرين بس ليه شهرين؟ لأن السنة اللي فاتت كنا بنعمل 3 شهر لقينا أن إحنا ممكن بنمد ناحية الامتحانات فإحنا السنة دي 3 شهور في الفصل الدراسي الأول شهرين في الفصل الدراسي الثاني وبعدين عندي في الصيف بعمل زي كامبو صغير لمدة أسبوع بحيث أنه يبقى الطالب بينفذ المشروع بتاع التخرج 25% بقى 25% بتيجي فين؟ 25% بتيجي مرة في الشهر مرة واحدة في الشهر بييجي حضور فعلي في مركز التدريب اللي هو في المدينة اللي هو فيها في المحافظة يعني في مركز تدريب في كل محافظة يعني يمكن 3 في المحافظة على حسب الكسافة بتاعة الطلبة الموجودة في أنهي مدر فبيبقى يعني إحنا برضو بناخد بالنا من المسافة ده اللي احنا بنستفسر عنه حضرتك قلت أنه هو مفتوح لكل الناس في كل المحافظات هيكون صعب على أي حد مثلا موجود في محافظة من المحافظات الحدوية أن يجي لحد القاهرة لا بتستحيش عشان مركز تدريب فأنا عايز أنشر الموضوع أكتر وأشجع الناس أكتر فجميل أن يكون فيه مراكز ومش مركز واحد زي ما الدكتورة هودة بتقول فيه أكتر من مركز في كل محافظة السنة اللي فاتت كان عندنا تقريبا سبعين مركز تدريب منتشرين في كل أنحاء الجمهورية حتى مرسى مطروح المحافظات الحدودية شمال سيناء يعني الحمد لله الوادي الجديد كل المحافظات كانت ممثلة يمكن بأعداد قليلة وإحنا يمكن بنوجه أنه يعني تشجعوا وتعالوا ونضموا معنا لأن الحقيقة البرنامج ده متميز جدا 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 استثمار كبير جدا الدولة بتحطه برنامج على خمس سنوات خمس مستويات بيتم تقييم الطالب عشان يدخل في أنهي مستوى ويكمل باقي المستويات الخاصة به مهم جدا أنك بتتخصص الأول حتى لو أنت مش عارف أي حاجة بتدخل المستوى الأول اللي هو الأساسيات وبعد كده شوية بشوية بتتخصص في مصار معين زي ما حضرتك قلت إذا كان استناعي لون بيانات فنون رقمية أي أن كان الميول بتاعتك هي إيه؟ إيه الهدف؟ ده نقطة مهمة جدا هدف أننا الأولياء الأمور بيتخيل أن الطالب اللي هيدخل أجبال مصر رقمية هو طالب بيستهدف كليات الهندسة أو كليات حاسبات ومعلومات لا مش هو ده النهاردة التكنولوجيا مع علامات والاتصالات هي أساسي لجميع القطاعات جميع القطاعات فما ينفعش إن إحنا نطلع من السنوي وإحنا شفناش يعني إيه تكنولوجيا مع علامات والاتصالات هتستخدمها في التجارة هتستخدمها في الزراعة هتستخدمها في الاقتصاد في التب في الصيدلة في الترجمة في كلية ألسن في جميع نواحي الدنيا طيب الهدف من الموضوع في النهاية بالنسبة لأولياء الأمور أنه ابنه يكون مؤهل لسوق العمل بحيث أنه لما يتخرج من الكليه يلاقي وظيفة مضبوط؟ مضبوط طيب